كدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته عائلة الشهيد أبو بكر أستمرائي أن الظروف الأمنية التي شهدت أن نزيف الدماء لن تتكرر مبينا أن المستقبل سيكون مخصصا للبناء والأعمار أولا أن هذا واجبنا هذا واجبنا أنتو أن الشهيد أقولنا أنتو وراح حقيقة تضحية من أجل العراق ومستقبل أجل العراق هذه الظروف إن شاء الله من تتكرر لن دائما نقدم بها دماء إن شاء الله من المستقبل الجيال المستقبل يقدمون كلها بناء بناء مستقبل العراق يستحقون أنتو تستحقون أجب أن نصنع فرصة أمل لمستقبلنا وليبلدنا يكون تأكيد أنتو قدمتو شيء غالي للعراق للعراقين لا يعوض لم يشهد لا يعوض بشيء ولكن هذا يجبنا لدينا التزام حقيقي أنه نفكر في عراقنا بكل عراقي بغض نظر عن انتماء المنطقي انتماء المذهبية القومي يجب أن نشارك في الهوية الوطنية للعراق في مسأل حاجة كانت عندنا أخطاء في الماضي يجب نستفاد من الأخطاء نتعلم مع تدرس لا تتكبر بكل تأكيد سعيد بموجود بعائل بين أهلي بيناتكم وإن شاء الله نحلم بعلاقة فضل ونعمل على هذه الرحمة من تحقيقها إن شاء الله